حادثة انفجار أنبوب غاز في مدينة البيض أعادت إلى الواجهة أمن المحيطات العمرانية ودور هيئات التخطيط ومصالح التهيئة الحضرية فبعد أقل من شهر عن حادث آخر لانفجار أنبوب ناقل للبترول بسبب تجاوز شركة مقاولات حسب نتائج التحقيقات الأولية الرسمية وكانت الخسائر فيها بيئية ومادية ها هي اليوم هوة أخرى تبتلع ستة ضحايا وبضع جرحة فمن يتحمل المسؤولية؟ وهذا المفروض سونالغاز هي تتحمل المسؤولية لأنه إذا كان أعوان المتكلفين لديهم لاغريموم سونالغاز يدل بل لهذا الأعوان ما عندهمش التكوين الكافي باش يقوموا بهذا الأشغال وهذا غير مقبول في الساحات في مناطق عمرانية كثيفة إذن ما هو الحال؟ ما هو الحال إذا هذا الخلل، هذا الانفجار سرى في منطقة عدل وإن كينا ربع خمس عمارات تاعة 12 طابق راح تكون كارثة بربما عشرات الأموات ومئات المصابين الهبة الإنسانية والتضامن الشعبي والرسمي أيضا يخفف من وطأة الكارثة ظرفيا لكن تبعات المشكل الفعلية وأخطاء التسيير سواء كان جزاء للمتسببين في الحادث أو اتخاذا للإجراءات اللازمة لتفادي الحوادث مستقبلا أو تقليلا منها لا تتخطى حدود الورق أو أدراج المكاتب حسب الخبراء هي المفروض هذه المندوبية تكون فيها أحسن خبراء وطنيين خبراء خواص وخبراء اللي قادرين من سلك العمومي إذن صبحت مندوبية فيها مدارة نايم مدير وشافت بيرو وهذا وهذا ما يشبه هذه الصفة هذه الصفة البيروقراطية اللي راح نكون عندنا الإمكانيات في الجزائر لكي نسيروا الوقاية ودفاع ضد مخاطر الكبراء بين الحوادث الظرفية ذات الطابع البشري المتعمد وأخطاء تسيير الكوارث والمخاطر الكبرى تتشتت تصريحات المسؤولين وتدخلات الخبراء فيما يعتبر أحد أكبر الملفات الإدارية التي أخذت وقتا طويلا في دهاليز البيروقراطية ترجمة نانسي قنقر